تحذيرات طبية خرجت خلال اليومين اللي فاتوا عن طريق بعض المؤسسات الطبية في العالم وفي مصر كمان بسبب مرض السكر عند الحوامل كان أبرزها هيئة الدواء المصرية حذرت من ثقافة استخدام جرعات الأنسولين أثناء فترة الحمل والرضاعة وأكدت ضرورة عدم استخدامه في هذه الفترة إلا عن طريق استشارة الطبيب عشان طبعا ما يحصلش أي مضاعفات خطيرة لا قدر لها أسئلة كثيرة هجوبنا عليها طبعا بخصوص هذا الموضوع الدكتور محمد بهاء أستاذ مساعد النسا والتوليد بقصر العيني اللي بنورنا صباح الخير عليك يا دكتور صباح النور يا أهلا بيك يا أهلا بحضرتك إيه الموضوع وإيه القص؟ إيه علاقة الأنسولين بالحمل ولا يعني المشكلة في أن السيدة الحامل أن هي تاخد الأنسولين أولا هو الأنسولين دايما نحن جرع العرف كده سواء بقى مش السكر بس السكر أو أي أمراض تانية زي الصرع زي الضغط زي أي حاجة السيدة هي لو عندها المرض دوت قبل حدوث الحمل أول ما بيحصل الحمل السيدة بتخاف جدا جدا على الجنين فأيا كان نوع العلاج اللي هي اللي بتاخده دايما بتفكر أول حاجة هل ده هيئزي البيبي بتاعي ولا معروف جدا أن الحمل احنا بنقسمه ليه تلت تلات أول تلت اللي هو أول تلت شهور هو دوات الفترة بتاعت التخليق أو النمو بتاع الأعضاء بتاعت الجنين وإيه ده بتبقى أكتر فترة الجنين بيبقى حساس جدا أنه لو فيه أي حاجة هتعدي المشريمة وحتوصل للجنين فلما هتأذيه هتعمل بعد كده بقى لأقدر الله اللي هي العيوب الخلقية أو التشوهات أو أو أي حاجة من حاجة دي وهي دي الفترة اللي ما نبقاش ستة عارفة فيها أنها حامل وبتاخد فيها كل الأدوية اللي بتاخدها بالضبط وعشان كده احنا حتى دايما كده حن بننصح السيدات اللي هم حديث الزواج لو هتاخدي حاجة في الجزء الثاني من الدورة الشهرية اللي هو الأربعة عشر يوم اللي هو قبل النزول البيريد بتاعتك خد يبارك أنت تبقى حاجة سيف ما فيش فيها مشكلة عشان خاطر أنت وارد جدا أنت تبقى حامل وانت مش عارفة فسيدة أول ما بتعرف إن هي حامل أول حاجة هي بتيجي في بلها هي إيه أنا هوقف الأدوية اللي أنا باخدها طبعا هل الإنسولين هل هو بيعدي المشيمة ولا لأ ودي حاجة بقى مهمة جدا هو ما بيعديش المشيمة بمعنى يعني الإنسولين هي السيدة اللي هي الحامل هي محتاج إن هي لازم إن هي تكمل عليه ولكن بعد استشارة الطبيب استشارة الطبيب في إيه في جرعات الإنسولين هتاخده إزاي هل هي أساسا كانت بتاخده قبل الحمل فهي محتاج إن هي تكمل عليه بنفس الجرعات ولا لأ لو هي ما كنتش بتاخد إنسولين قبل الحمل هل هي محتاج إن هي تعمل شفت يعني هي كان الأول كان بتاخد أقراس أقراس عشان خاطر السكر زي حاجة جلوكوفاج سيدوفاج أي حاجة من الحاجات ديت هل الحاجات ديت هي محتاج إن إحنا أثناء الحمل إن إحنا نشفت بقى إن إحنا نغيرها إن هي تاخد الإنسولين ولا لأ نستشير فيها الطبيب. نحن هنا بنتكلم عن السيدة المريضة بالفعل بمرض السكري. مش اللي أصيبت بسكر الحمل. بالضبط. السكر الأول هو فيه نوعين كبار جدا. فيه سكر ما قبل الحمل. اللي هو بيبقى نوعين. فيه النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول دوت اللي هو بيصيب دايما الأطفال. وبيبقى في الأغلب نتيجة حاجة فيروسية أو حاجة منعية. فخلت أنه طفل عنده لسه خمس سنين أو ست سنين. ويبقى عنده مرض السكر. وده في أغلبهم هم بيبقى ماشيين على إنسولين مدى الحياة. النوع الثاني اللي هو دوت بيبقى دايما في الهوة. التين ايجرز اللي هو خمسة عشر ستاشر سبعتاشر سنة. وده في الأغلب بيبقى فيه عام الوراسي. الأب الأم الأخ الأخت الخالة الخال. عندهم سكر. فهو عنده قابلية أكتر. أو عندها قابلية أكتر. إنها جلها مرض السكر. فجلها اللي هو النوع الثاني من السكر. ده السيدة هي أورادي هي عارفة أنها عندها سكر. إما النوع الأول هي ماشي على الإنسولين. أو النوع الثاني هي ماشي على الأقراص اللي هي اللي بتزبط لها السكر بطاح. وده ما بيبقاش فيها مشكلة. هي عارفة أورادي إنه هي عندها السكر. فهي جاية تابع الحمل. وهي جاية بتقول لنا والله أنا عندي السكر. وماشي على جرعات فلانية كذا وكذا وكذا. وإحنا بيبقى دولنا الحقيقة أنه قبل حدوث الحمل. هو تظبيت السكر. عشان نتجنب مضاعفات السكر مع الحمل. النوع الثاني بقى اللي احنا بيبقى دورنا فيه ان احنا بناكتشفه أثناء الحمل اللي هو ما يسمى بسكر الحمل ده سيدة هي ما عندهاش سكر خالص واكتشفنا ان هي عندها جلها سكر الحمل هو ده بييجي في الفترة بتاعة الحمل وفي الأغلب اكتشفنا ازاي طيب هل فيه تحليل مثلا باستمرار؟ تحليل الحقيقة هي بتتعامل تقريبا ما بين 24 ل 27 أسبوع اللي هو تقريبا اللي هو الشهر السادس دي تحليل روتينية المفروض بتتعامل لأي سيدة حمل ولكن احنا بنبضر شوية في التحليل ديت لو السيدة عندها حاجة اسمها من عوامل الخطورة هي شكلها السيدة ديت هي أكثر عرضة ان هي جلها سكر حمل زي هي جلها سكر حمل قبل كده يعني ده مش أول حمل ليها الحمل الفاتكة عندها سكر حمل فبالتالي الحمل دوت يعتبقى أكثر عرضة ان هي جلها سكر حمل عندها تاليخ وراسي ان هي عندها سكر في العيلة والدها والدتها وتفر السمنة نحن نقيس بشيء اسمها معدل كتلة الجسم حاجة اسمها البي ام اي لو هي أكثر من 30 يبقى هي ديات كتلة تعتبر أنها درجة من درجات السمنة فهي عندها أكثر عوردة نهياج لها السكر أو زيادة الوزن بصورة ملفتة أثناء الحمل نحن عندنا أثناء الحمل من ضمن الحاجات التي نحن نرأي بها هو زيادة الوزن بتاع الأم في عندنا لميتس نحن أقل حاجة نحن نتكلم في حدود اللي هو ل7 كيلو عندنا لحد 15 كيلو لما تبقى السيدة تبقى بتلاحظ أن هي بتزيد الوزن بصورة زيادة جدا أثناء الحمل دي من الحاجات التي تشككنا أنها عندها سكر حمل بس ده ثابت يا دكتور يعني سيدة مترسقة القوام بتزيد من 7 ل 15 كيلو زي سيدة أصلا كان عندها زيادة وزن برضو المطلوب منها أنها تزيد 7 ل 15 كيلو أصلا بالفعل عندها زيادة وزن فمن المتوقع أنها تزيد أكتر في الحمل بالعكس إحنا دايما الناس اللي هم عندهم زيادة في الوزن يعني هي بدية الحمل وهي عندها زيادة في الوزن إحنا بنحاول أن هي ما تزيد شيء اللي هي زيادة داية لأنه دوت هيزود المضاعفات اللي هي أثناء الحمل هيزود المضاعفات أثناء الولادة سواء بالنسبة للأم أو بالنسبة للبيبي فبنحاول على قدر المستطاع إحنا نبقى بنخاليها أنها تمارس رياضة أنها تاخد بالها من الأكل بتاعها وبمناسبة رياضة وإحنا دايما عندنا كده معتقط كده في مصر لأنه هو الستة أول ما يحصل الحمل بالضبط كده صليوا إحنا عاديين ونصليوا إحنا عاديين وما تحركيش من السرير وتخشي بس كده لطايلت وترجعي تاني وممنوع زيارات ممنوع نزول ممنوع ممنوع كل حاجة نامي على ظهرك وما تحركيش بالضبط لكن هو على أكس المعتقد هو رياضة في الحمل دي من الحاجات اللي هي المفيدة جدا دايما نحن بنأكد أنه إحنا في الحمل ما بنعملش رياضة جديدة يعني إيه يعني أنا ما جيش أنا دايما كده بنسمع أنه هو السيدة تيجي تقول لك أنا عايز أروح الجام في الحمل طب وانت عملك روحة الجام أنا عمري ما روحة الجام بس سيدة تلاتي الميرغ أنا عايز أروح الجام وأنا حام في حاجات رياضة مسموحة في الحمل زي السايكلينج اللي هو العجلة زي التمشية زي الجري زي السويمينج زي السباحة كل الحاجات ديات بنشجع جدا الستة اللي هي سواء عندها سكر ما قبل الحمل أو اللي هي عندها زيادة في معدل كتلة الجسم بتاعها أو اللي هي عندها في عوامل خطورة إن إحنا شكين إن هي حاجة لها سكر حمل فنحاول نتفايد القصة ديات عن طريق إن إحنا نبقى بنمارس الرياضة طيب اللي جالها سكر الحمل هل بيتزبط لوحده بعد الولادة خلاص ما تحتاجش تاخد إن هي الأراص والأنسلين ولا أي حاجة ولا برضو بتكمل 50% منهم بيكمل 50% هو بيختفي بعد الولادة وعشان كده يا سيدة اللي هي كان جالها سكر حمل إحنا بتبقى ماشي علي إما أقراص علشان خاطر تزبط لها مستوى السكر في الدم أو لو هي بدرجة عالية شوية فبتحتاج إن هي تاخد الإنسلين بعد الولادة بنبتدي بقى إن إحنا نتقيم الموضوع تاني من أول وجديد هل هي فعلاً محتاجة إن هي تكمل على الحاجات ديات ولا لا في الأغلب بعد 8 إلى 12 أسبوع يعني تقريباً بعد من شهرين لتلات شهور بعد الولادة سكر الحمل دوت هو بيختفي لكن فيه في بعض السيدات هو بيكمل ولكن هو لو اختفى السيدة ديت هي أكثر عرضة في الحمل اللي بعد كده إن هي يتكرر معها نفس القصة ديت اللي هي بتاعة سكر الحمل الحمد لله على سلامتها هي والبيبي وصل البيبي بألف سلامة وهي قامت بألف سلامة أبتدت مرحلة الرضاعة هتاخد إنسلين وهي بتردع ولا مش هتاخد إنسلين وهي بتردع هتاخد الأدوية المساعدة للسكر لو هي مش محتاجة إنسلين ولا مش هتاخدها لأنه مش مناسب للطفل ممكن ينتقل فيه اللبن مثلاً أول حاجة احنا بنشجع السيدة إن هي أول ما البيبي أول ما تولد إن هي تردع ليه؟ هي كان عندها سكر حمل فهي مستوى السكر عندها في الجسم هو عالي السكر دوت هو بيعدي المشيمة فهو بيوصل للبيبي البيبي بيبتدي إن هو يتفاعل معاه إن هو يطلع حاجة اسمها اللي هو الإنسلين اللي هو الطبيعي من جسمه بعد الولادة السكر اللي هو العالي اللي كان جايله من ممطه هو خلاص هو وقف فيبتدي هو البانكرياس عنده هو متعود إن هو بيطلع إنسلين بصورة عالية فالبيبي أول لما بينزل يبتدي إن هو الإنسلين عنده عالي السكر اللي كان بيجيله من ممطه هو خلاص هو وقف فيبتدي إن هو البيبي دوت إن هو يعاني من نقص فيه مستوى السكر في الدم ودي حاجة احنا بنخاف منه جداً سواء في الأطفال أو في الكبار لأن مستوى السكر كل ما بيقل في الدم أول خلايا بتتأثر هي خلايا المخ فعشان كده حتى دكاتة الأطفال زميلنا البيبي لما بيبقوا عارفين أن السيدة داية هي عندها سكر سواء بقى سكر حملة أو مقابل حملة أو أي حاجة من الحاجات داية البيبي أول لما بينزل لازم أول 24-48 ساعة لازم يبقى فيه مرأبة لصيقة للبيبي عشان خاطر مستوى السكر بتاعه وبنشجع جدا الأم أن هي تردع طبيعي طيب هل هي لو ماشي على قراص هل هي تكمل على قراص أه دي تسيف تماما آمنة تماما ما فيش فيها أي مشكلة الإنسولين هل هو فيه مشكلة ما فيش فيه مشكلة خالص ولكن زي ما اتفقنا احنا بنعيد تقييم الجرعات لأن احنا الهرمونات اللي هي بتاعة الحمل هي خلاص هي اختفت هي وقفت فنبتدي السيدة اللي هي اللي كانت بتاخد جرعات معينة أثناء الحمل في الأغلب مع الرضاعة الجرعات ديات كلها هتبتدي إنها تقل بلس المجهود بتاع الرضاعة وبيحرق كالوريس كتير جدا فسعيدة دايما المرضاعة بتبقى حاسة أنها عندها هبوط السكر عندها دايما كده إحساس بالإجهاد نبقى دايما بنشجعها نبقى دايما تبقى بتاكل كويس نظام الغذائي الحاجات اللي هي فيها حبوب البروتينز الخضار الفكهة وكل الكلام دوت طيب معلش هل هي رجع برضو لنقطة تانية يعني قبل الولادة نرجع مرة تانية وغير السجنين أنت قلت في أول طرق شهور أن هم طبعا بيتكون أعضاء هذا الجنين فبيتأثر بحاجات كتيرة جدا هل لو سيت عندها السكر مثلا ممكن هو نفسه يجيله السكر؟ البيبي نفسه أنه هو يجيله السكر؟ لا لو السكر هو متزبط مش هيبه فيه مشكلة ولكن هيجي تاني أنه بعد الولادة هو عنده عنص الخطورة هو إيه؟ أن الأمة هي عندها السكر أو كان عندها السكر فبالتالي هو البيبي دوت هو عنده فيه حاجة عامل جيني هو عنده الجينات أو عنده الاستعداد أنه دوت أنه لما يكبر أنه يجيله إما طايب 1 اللي هو الأولاني اللي تفانى بيحصل في السن الصغير أو اللي هو طايب 2 ممكن أكمل على سؤال شازلي عشان حضرتك تدينا المعلومة كاملة شازلي بيكلم عن التكون للطفل في ثلاث شهور أنا برضو هاخد الجزء ده وأروح لمرحلة ما بعد الولادة وأقول حضرك قلت أنه هو متعود أن يجيله سكر كتير وعلشان كده إحنا بنقول الأم لازم تردعه سريعا علشان هو متعود على السكر هل ده بيخليه عنده شراحة للسكر بعد كده بعيدا بقى عن الجينز والحاجات اللي هتنتقل هل ده السكر الزيادة اللي دخله ده ممكن يأثر عليه في إنتاج الإنسولين من جسمه هي القصة دي هي بتعود أول 24 أو أول 48 ساعة في الأول خالص هو خلاص هو البيبي يبتدى أن هو يتعود أنه هو خلاص السكر اللي كان جايله هو السكر دوت هو المستوى بتاعه ألف فبتدى البانكرياس بتاعه أنه هو يزبط جرعات بتاعة الإنسولين على بقى السكر بتاعه اللي هو الجنين نفسه خلاص هو السكر اللي كان جايله من الأم عن طريق المشريمة هو دوت هو خلاص هو وقف ولكن في حاجة اسمها برضو عوامل خطورة بقى في الأطفال هي ديت اللي بتزود نسبة أو قابلية أنه هو الأطفال ديت أنه هي جيلها سكر غير العامل اللي هو الجيني البدانة يعني أنه كل الطفل دوت هو كل ما حيبه فيه زيادة في الوزن عنده حيبه فيه قابلية أنه بيبي دوت أو الطفل دوت أنه هو يجيله سكر عدم ممارسة الرياضة الحلويات الأطفال طبعا وحلويات وألوان وكل الحاجات ديت كل الحاجات ديت بتزود جدا فرصة أنه الطفل دوت أنه هو يجيله سكر أكيد طيب دكتور يعني احنا دايما بندعو للرضاعة الطبيعية وبنتكلم عن دايما مميزات الرضاعة الطبيعية ولكن في بعض الأحيان يمكن نلاقي في الجروبات الأمهات كده على مواقع التواصل الاجتماعي السيدات بقوا أكثر عنفا ضد بعض لما يعني بيضغطوا السيدة التي لا تستطيع أن يعني ترضع طبيعيا فبتبقى دايما حاسة أنها غلطانة ومقصرة وإذا ما كانش عندها لبن بالشكل أو بآخر بعد استشارة أخصائي الرضاعة بتبقى الآن قوي بقى الأم اللي كان عندها سكر بأن يكون اللبن الصناعي اللي متوفر لابنها فيهوش السكر الكفاية اللي كان متعود ياخده فبرضه بتقلق من قصة الـ 24 ساعة اللي حضرتك كلمت عليها في نسبة السكر اللي دخل الدم هل ده بيتعود بشكل أو بآخر في اللبن الصناعي كل الأطفال إن شاء الله ده يبقوا في أمان ما فيش مشكلة اللي بياخد طبيعي واللي بياخد صناعي لو الأم عندها سكر بيتعود ده ما فيش فيه مشكلة خالص وإحنا اتفقنا أن احنا أول 24 لـ 48 ساعة برباحنا دايما بنرائب مستوى السكر اللي هو اللي موجود بالنسبة للبيبي أو بالنسبة للجنين نزود محليل نزود رضعات أو حاجات معينة يبقى فيه مستوى السكر فيها يبقى أعلى شوية هو دوت اللي احنا بيبقى التدخل من عندنا لكن سواء رضاعة طبيعية أو رضاعة صناعية هي ما بتفرقش خالص ما يبقاش فيها مشكلة كل الشكر لك طبعا الدكتور محمد بهاء أستاذ مساعد النساء وتوليد بقصر لعيني شرفتنا ونورتنا فندم شكرا جزيلا لك شكرا لحضرتك